هطلع من قناة سويس بالحقيقة لحاجة أنا يعني لما شفتها النهاردة اتبسطت جداً وأتمنى إنه الأمور دي نرجع بقوة لها لأنه دي قوتنا الناعمة قوتنا الناعمة ليست في الفن والسينما وهو الآخر وبالعكس قوتنا الناعمة وحتى مع أفريقيا لأنه احنا في سنوات كتيرة جداً بعدنا عن أفريقيا وخصوصاً بعد برضو 2011 الدنيا ما كانتش واضحة أوي لكن النهاردة كان فيه حاجة حلوة جداً كان قائد الدبلوماسية المصرية السيد سامح شكري ومعاه وزير الإسكان السيد عاصم الجزار والحقيقة يعني كل احترامي وتقديري شركة المقاولين العرب وشركة السويدي إلكتريك لبتاعة الكهرباء وحضرت رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية حضرت الاحتفال بهذا الأمر لأنه احنا بنتكلم على السيدة ساميح حسن رئيس كمورية التنزانية الاتحادية أو التنزانية المتحدة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرمائي يعني احنا مصر دلوقتي بتبني محطة عملاقة ومشروع سد في تنزانيا إذا المصر وطبعا النهر اللي مبنى عليه هذه المحطة اسمه نهر نوفيجي بتنزانيا وكان وفد رفيع المستوى من مصر على رأسه السيد وزير الخارجية والسيد وزير الإسكان والمسؤولي التحالف المصري لشركتين مقابلين العرب والسويدي إلكتريك المنافذين للمشروع وزي ما انتحدثتكم كل المسؤولين كانوا موجودين اللي أنا عايز أقوله في المسألة دي إيه إنه بنيتنا الأساسية في موضوع السدود وموضوع إقامتها وموضوع الجدوى منها دي مسألة محل تقدير من زمن الزمن يعني يعني يمكن هترجع تقول لي مثلا وليه ما مربطهاش بأيام قناة السويس ومربطهاش بالسد العالي ومربطهاش بالتاريخ الجميل جدا من سنة 1805 لما محمد علي عمل الأناطر الخيرية وعمل المشاريع العملاقة اللي كان عاملها وكان عندنا أكبر جيش لحد سنة 1939 لما 1839 لحد ما تحملوا علينا وعملوا علينا ربطية وفي الآخر يعني عملوا علينا كده كومبين كده أوروبي وحبوا يضعفوا الدولة المصرية في هذا الإطار اللي أنا أقول لحضراتكم يعني من 1805 ومحمد علي بنى واحد من أقوى الجيوش في المنطقة وهو الجيوش في العالم برده وقتها وما زال لحد النهاردة الحمد لله رقم 10 على مستوى العالم أو من ضمن 12 أهم 12 جيش على مستوى العالم اللي هو الجيش المصري فأنت بتتكلم على حاجة خلاص راسخة في الأذان ما بجأتكلم في هذا الإطار بخش دلوقتي على موضوع القوى النعيمة زي بقمت حضراتكم كده مش القوى النعيمة على الفن والسينما والدراما والغنى لا أنا عندك هوة نعيمة أخرى وإن شاء الله بإذن الله نركز على فيها حلوة أوي العنوين الوطن والعنوين الجرائد من تنزانيا إلى مصر نشكركم حلوة أوي القائرة تطع خبرات الخدمة الأشكال أفاركا رئيس التنزانيا شكرا لمصر على سد جوليس نيري كل الحاجات دي كلها موجة حدك تعد عليه كده كبغاطن وتقوله إيه عن التدشين السد التنزاني بأياد وسواعد المصير دي حاجة عظيمة جدا أنك أنت في دولة يعني مش عايزة يعني أقول لحدتك أن أنا بطمنك من عند سد النهضة والآخر أنه ده موضوع تاني لكن تلابس الوقت اللي بقول لحدتك أنك عندك قوة قادرة على فهم طبيعة هذه السدود قوة قادرة على فهم طبيعة السدود اللي بتبنى في أفريقيا قوة قادرة على فهم طبيعة السدود اللي ضدك قوة قادرة على فهم طبيعة السدود اللي معاك قوة قادرة على فهم طبيعة الحركة المائية في أفريقيا فدي من ضمن الحاجات اللي أنا شخصيا لما بشوفها بطمن وعارف أنه علاج ما يسمى ملف سد النهضة برضو ما زال لي بعض الأمور في إيد الدولة المصرية وما زال هناك حلول ما زالت في إيد الدولة المصرية وأعتقد أنه الفترة الجاية هتقول لحضراتكم بدون رايحة فين وجهة من إيد إحنا إذنا مش قصيرة بالعكس بس عندنا من الكياسة والفطنة والحكمة والزكاء ما يجعلنا أن نحن نحل مشاكلنا بصورة هادئة جدا ومتطورة جدا في هذا الإطار فكل الشكر والتقدير للدولة المصرية في موضوع السد الموجود في تنزانيا والعنق الإفريقي اللي بيبنى في هذا الإطار وبكل هدوء زي أقول لحضراتكم كده إحنا إن شاء الله بإذن للفترة الجاية هتكون فترة وجود دائم في إفريقيا ليس احتلالا لكن تنمية وإحنا ده مصر يمكن من الدول الجميلة العظيمة الرائدة في فكرة احترام الحدود واحترام الإرادة واحترام كل دولة ما أعتقدش أنا على مدار كم خمسين سنة اللي أنا عشتهم في حياتي فيهم مثلا ثلاثين سنة مدرك لطبيعة الأمور إن أنا شفت مرة دولتي تدخلت في حق دولة تاني أو دولتي اعتدت على حق دولة تاني في الفترة اللي أنا عشتها أو إن دولتي غزت دولة تاني أو إن دولتي بتفكر في حتة تاني أو دايماً مصر فيها نوع كده من الهدوء والاستقرار والمحبة والوئام إحنا دايماً الحاجة ما بتحصل عندنا هما يسعوا للتدخل لكن إحنا ما أعتقدش إن إحنا مرة صعيني إن إحنا نتدخل في حق دولة حد إلا للحفاظ على إرادتنا في هذا الإطار شكراً للمشاهدة